بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير حلام والروكية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الشيشة. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة بالشيشة وهنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. كمان هنعرف معناها اه لو شافت الرؤية دي امرأة مطلقة او متزوجة او اه رجل او فتاة عزباء او اه امرأة اه حامل. اولا الشيشة بشكل عام من اه رؤيتها من الرموز اللي بتدل على الفتن. وكمان على ضرر وضرر اه كبير. لما شوف الان رأي الشيشة المصنوعة من النحاس او للونها نحاسي فده تعرضه لآآ فضيحة. كمان الشيشة المصنوعة من الفضة فاحيان بيدل على زوال مناصب او زوال آآ مكانة للرأي. كمان الشيشة المصنوعة من الذهب او للونها آآ ذهبي. آآ برضو من الرأي اللي بتدل على هموم او على احزان آآ ممكن آآ يمر آآ بيها. آآ لما شوف الشخص ان الشيشة دي اتقصرت آآ فده خروجه من آآ فتن. آآ لما شوف ان الشيشة دي كانت مصنوعة من الزجاج ووقعت من ايده اتقصرت فده نجاده من تعب او من اذية. آآ لما يشوف انه هو داخل محل بليه المصنوعة مخصص ليه الشيش فده آآ بتعا الرأي آآ بيتباحها. آآ لما يشوف انه دخل في مطعم وبيطلب شيشة فده انغماسه في فتن الحياة بشكل عام. كمان الشيشة الالكترينية برضو من الرأي اللي بتدل على سعي الرأي ليه الفساد. كمان احيانا بتدل على كذب مال. ولكن المال ده هيكسبه بطريقة آآ فيها آآ هرمونية. لما يشوف انه بيشرب يا شيشة مع شخص آآ تاني. فمعنى كده انه هيكون فيه شراكة ما بينهم. ولكن الشراكة دي هتكون شراكة فزدة مش هتعود على الرأي باي آآ منفع. طيعة الشيشة من الرموز اللي بتدل على خسارة مال آآ مشبوه او مال آآ حرام. آآ شرب الشيشة كمان من الرموز اللي بشكل عام بتدل على ارتكاب اسم او ارتكاب خطيئة او ارتكاب آآ زنب. آآ آآ برضو آآ شرب الشيشة مع شخص غريب احيانا بيدل على تخول الرأي في علاقة مع اشخاص آآ شوية غيء فاسدين او صفهاء بمعنى صح. آآ كمان تبخين الشيشة من الرموز اللي بتدل على آآ تخول الرأي آآ في امر الامر ده هيكون امر فاسد او امر رديء. آآ لما يشوف الشخص انه بيشرب شرب الشيشة في المطعم فتضع الردو اللي فضيحة. شرب الشيشة في البيت فدي فتن ومشاكل بين افراد العائلة. لما يشوف الرأي انه خلاص بضل الشيشة وآآ آآ اقلع عند تخين الشيشة فدي دوبة آآ ودوبة نصوحة آآ هيتوبها الرأي عن زنب او عن فعل سيء كان بيقوم آآ بي. شراء الشيشة من الرموز اللي بتدل على سعي الرأي في امر. الامر ده هيكون امر سيء امر فاسد هيسبب لي آآ 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 كمان شراء الفحم الخاص بالشيشة فمعنى كده انه هيدخل مشروع. المشروع ده هيكون محتاج جهد ودعب آآ كتير. آآ كمان لما يشوف الرأي انه آآ بيشتري شيشة وبيهديها للشخص هو بيحبه. فمعنى كده انه هو بي بيشجعه او بيحسه على الفساد. آآ آآ كمان لما يشوف الشخص انه بيجهز الشيشة تجهيز الشيشة معنى كده انه الرأي بيحضر امر الامر ده مدر. كمان آآ لما يشوف الرأيحة بتاعة الشيشة ريحة الشيشة يشمها فده سماعوا اخبار للأسف هتكون اخبار آآ سيئة. الراجل لما يشوف ان آآ الشيشة في المنام فمعنى كده انه بيداجر في تجارة. التجارة دي فيها غش وفيها ضرر للناس. كمان تدخين الشيشة للرجل ده نغمسه في الفتن واتباعه لأهوائه. آآ آآ شرب الشيشة مع زوجته معنا كده ان هما الاتنين بيرتكبوا فعل آآ محرم. آآ شرب الشيشة مع صديق فده عمل آآ هيقوموا بيه هما الاتنين ولكن العمل ده هيكون فاسد. آآ كمان آآ آآ لما يشوف الرجل انه بيشتري الشيشة فمعنى كده انه هيدخل في تجارة. التجارة دي تجارة آآ مشبوهة. او آآ مصدر الرزق بتاعها هيكون مشبوه. الفتن عزباء برضو لما تشوف الشيشة فمعنى كده ان هي هتقع في مشاكل. المشاكل دي هتسبب آآ ليها السمعة سيئة. كمان تدخين الشيشة لما تشوف ان هي بيتخن الشيشة لوحدها فده فساد آآ في الاخلاق. اما شرب الشيشة آآ مع الشخص آآ مثلا خطبها او مع شخص هي مرتبطة به. فده هما الاتنين بيعملوا افعال آآ محرمة. لما تشوف الفتن عزباء الشخص بيشيش او بيشرب آآ شيشة آآ فده من اللقاء برضو اللي بتدل على انحراف الشخص ده آآ سلوكيا. آآ لما تشوف ان هي بتشتري آآ شيشة فمعنى كده ان هي هتدخل في عمل او في امر جديد. الامر ده هيكون امر مؤذي. وكمان هيسبب ليها آآ ضرر. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الشيشة فمعنى كده ان في فتنة هتقع بينها وبين آآ زوجها. تدخين الشيشة آآ احيانا بيدل على اشتعال المشاكل بينها وبين آآ زوجها. آآ لما تشوف انها بتشرب الشيشة في المطعم فده تعرضها لآآ فضيحة او تعرضها آآ لآآ سوء اعمال آآ منها. آآ لما تشوف ان هي بتشرب آآ شيشة مع ابنها فده معنى كده ان هي آآ يعني ابن غير بار وكمان سوء تربية آآ آآ لما تشوف ان هي بتخسل الشيشة فده آآ معنى كده ان هي بتخبي امر الامر ده امر سيء او امر آآ راضيء. لما تشوف انها بتجهز الشيشة لزوجها فمعنى كده ان هي بتخطط لمكيدة او بتخطط لآآ ضرر. المرعة الحامل كمان اما تشوف الشيشة فمعنى كده ان هي هتمر شوية بازمات آآ صحية فعليها ان هي تاخد آآ بلها. لما تشرب الشيشة نفس الحكاية آآ آآ ممكن تعرضها او تعرض الجنين للخطر. آآ لما تشوف ان هي بتشتريها فدي برضو آآ من الرموز اللي بتدل على ان هي بتسع على امر الامر ده امر سيء. المرعة المطلقة كمان آآ لما تشوف الشيشة فدي فدنة هتدخل آآ فيها. لما تشوف ان هي بتشرب شيشة في مكان عام فده ارتكابها زنب او ارتكابها آآ خطيئة. لما تشوف ان هي بتشرب الشيشة مع آآ طليقها فمعنى كده ان هي كانت مشتركة معاه في عمل آآ فاسد او في عمل غير اخلاقي. آآ كمان المرأة المطلقة لما تشوم ريحة الشيشة فدي مشكلة. المشكلة دي هتأثر على آآ سمعتها بين الناس. فعليها ان هي آآ تحصر. تاكده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشيشة او رؤية آآ شرب الشيشة في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او سفسارك تقولي تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركوا جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.